السلام عليكم هنكمل النهاردة مع الجزء الثاني من درس حاصل الضرب الديكارتي كلمنا في الجزء الاول عن الزوج المرتب ونتكلم النهاردة عن حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين احنا بنقول ان مجموعة سين في مجموعة صاد هي عبارة عن مجموعة الازواج المرتبة ألف به حيث ألف ينتمي الى سين وبه ينتمي الى صد بمعنى ان لو عندي سين بتساوي واحد واثنين وصاد بتساوي ثلاثة أربعة خمسة يبقى سين في صاد هتساوي ايه؟ باخد المجموعة الاولى ياخد منها العنصر الاول كمسقط اول واخد معا كل عناصر المجموعة الثانية واحد واحد كمسقط اول يبقى واحد وثلاثة واحد واربعة واحد وخمسة خلص العنصر الاول اخد العنصر التاني من المجموعة الاولى كمسقط اول وكرر العملية اتنين واربعة اتنين وخمس وهكذا لو عندي مسقط او عنصر تالت عنصر رابع وهكذا او ممكن اعمل الكلام ده بطريقة تانية اسهل اننا ارسم جدول فيه هنا المجموعة الاولى وهنا المجموعة التانية وابدأ اكون الازواج واحد تلات واحد اربعة واحد خمس اتنين تلاتة اتنين اربعة اتنين خمس وهكذا طيب تعالوا نضرب صاد في الصين بنفس الطريقة اقول بقى ان الحالة ديت انا هضرب صاد في الصين اعتبر ان الصاد هي المجموعة الاولى واخد منها العنصر الاول كمسقط اول يبقى عني تلاتة المجموعة التالية اللي هي الصين يبقى تلاتة واحد و نكمل بقى تلاتة واثنين و خلص العنصر الاول اربعة واحد و اربعة واثنين و خمسة واحد و خمسة واثنين او برضو اعمل جدول بنفس الطريقة يبقى عندي يبقى عندي تلاتة اربعة خمسة وهنا واحد اتنين يبقى عندي تلاتة واحد تلاتة واثنين اربعة واحد اربعة واثنين خمسة واحد خمسة واثنين حاجة مهمة جدا اعرفها ان انا لو دربت السين في في ها يديني ايه في طب دربت في في السين برضو ها يديني في طب هل ينفع ادرب سين في السين اه ينفع ادرب سين في سين بنفس الطريقة هقول ان السين في السين بنسميها سين اتنين هتساوي برضو اخذ العنصر الاول من سين مع العنصر الاول من سين اللي هو واحد واحد والعنصر الاول من سين مع العنصر التاني وادي نرجع العنصر التاني من سين اللي هو اتنين مع العنصر الاول العنصر التاني مع العنصر التاني يبقى ان اكده دربت السين في السين اللي هي السين اتنين بنفس الطريقة بقى انت حاول تدرب صاد في صاد تاني حاجة انا اتعرف عليها في درسنا النهاردة تمثيل حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين مندهاتين عندي طريقتين للتمثيل تمثيل حاصل الضرب الديكارتي عندي مخطط سهمي ومخطط بياني مخطط السهمي ان انا بحط المجموعة الاولانية على يميني والمجموعة التانية على شمالي وابدأ اوصل باسهم من المجموعتين اذا العنصر الاول وبعدين العنصر التاني المخطط البياني اننا برسم احداثي سيني واحداثي صادي وابدأ امثل عليهم هنا واحد هنا اثنين هنا تلاتة هنا اربعة هنا خمسة وابدأ امثل النقط ارسمها هيبقى عندي ادي نقطة ادي نقطة لتقطعات النقط دي مع بعضها يبقى عندي ده واحد وثلاثة ودي واحد واربع ودي واحد وخمس تب ودي اثنين وثلاثة اثنين واربعة اثنين وخمس عرفنا ازاي نمثل سين في صاد مخطط سهمي وسين في صاد مخطط بياني كتمرين عليك حاول انت بقى تمثل صاد في سين في طريقة تانية للمخطط السهمي لسين في سين ان انا برسم المجموعة بتاعتي ادى واحد وادى اثنين وعندي اول عنصر هو سين في سين هيبقى سهمة من العنصر النفس وعدين السهمة من العنصر للعنصر التاني وعدين سهمة من العنصر ده للعنصر ده وعدين سهمة من العنصر للنفس ده طريقة تانية لتمثيل تمثيل حاصل الدرب الديكاردي اخر حاجة هنتعرف عليها النهاردة هي بعض عمليات على المجموعات لان احنا هنستخدمها كتير بعد جدا احنا نعرف ان لو عندي مجموعة سين بتساوي واحد واثنين زي ما احنا قولنا وصاد بتساوي ثلاثة اربعة خمسة واعين بتساوي اربعة خمسة ست فسين اتحاد صاد هي كل العناصر الموجودة في سين او موجودة في صاد بدون تكرار يعني السين اتحاد صاد هتساوي العناصر الموجودة في سين واحد واثنين وفي صاد ثلاثة واربعة وخمسة في الحالة هنا انا اخدت كل عناصر سين وكل عناصر صاد ليه لان ما فيش تكرار انما لو انا قلت صاد اتحاد عين هتساوي ايه هتساوي ثلاثة واربعة ايه اجيب العناصر من عين الاقي فيه اربعة موجودة انا عندي هنا حتى كمان صاد ما كتبتش الخمسة لان الاربعة والخمسة متكرارين العودة ثلاثة واربعة وخمسة من صاد اجي من عين ايه العناصر لي مش متكررها الستة فقط لا غير بحطيت عناصر صاد وبشوف في عين ايه العناصر اللي مش متكررها ازود ده ليه تحاد في عملية اخرى وهي التقاطع سين تقاطع صاد هتساوي ايه في عناصر موجود في سين وموجود في صاد لا يبقى ديفاي طب صاد تقاطع عين بجيب العناصر الموجودة في صاد والموجودة في عين عندنا اللي هما ايه اربعة وخمسة في عندي عملية تانية اللي هي سين فرق صاد بجيب العناصر اللي موجودة في سين ومش موجودة في صاد طبعا انا عندي هنا واحد واثنين موجودين في صاد ومش موجودين في صاد خلاص سين فرق صاد هي سين انما لو انا قلت صاد فرق عين هتساوي ايه ايه العناصر اللي موجودة في صاد ثلاثة ومش موجودة في سين الاربعة والخمسة مش موجودة في عين الاربعة والخمسة موجودة في عين فبالتالي بقى عندي ثلاثة بس ولو قلت عين فرق صاد هتساوي ايه اللي موجودة في عين ومش موجودة في صاد الاربعة والخمسة موجودين في صاد يبقى انا عندي الست دي العمليات اللي انا هتعامل معها مع المجموعات لان هيجي بعد كده يقول لي هاتلي سين في صاد اتحاد عين سين في صاد تقاطع عين وهكذا هكي بالمجموعة النتجة عن العملية سواء كانت صاد اتحاد عين صاد فرق عين او سين فرق صاد واضرب الناتج يعني لو قال لي هاتلي سين في صاد تقاطع عين هتساوي ايه هتساوي سين اللي هي واحد واثنين في صاد تقاطع عين اللي هي ايه صاد تقاطع عين اللي هي اربعة وخمس يعني هتساوي واحد واثنين في اربعة وخمس يعني هتساوي زي ما عرفنا بقى واحد واربعة واحد وخمس اتنين واربعة اتنين وخمس فانا احسب الاول نتيجة صاد اتحاد عين صاد فرقعين صاد تقطعين ثم اضربها في المجموعة اللي موجودة عندي بكده يكون انتهى الجزء ده من درسنا اي سؤال اي مسائل ابعتها لنا على الفيس على تويتر على يوتيوب على الموقع مباشرة هنجاوب عليها وننزلها لكم الدرس الجاي ان شاء الله بالتوفيق